في موجة صباح مرحبا بكم مستمعين وينما كنتوا تسمعوا فينا احنا مزنا متواصلنا معاكم بالاكتواليتي بالاخبار وكما قالنا علي شوية اخر بشكون حاضر معنا اما توت سويت نعم نطلع الفنانين وخبارها مجديدا في اسمع وفلتها الفنانة شمس وتصريحاتها ولسانها المشاكسة مغادم المشاكسة الصريحة والصريحة جدا تابط فيديو تنشره على الانستغرام تابط فيه جولتها في العراق ردا على إليسا والحيش اسمه هو الدرع عرفتك الدرع الواقي واقي الرصاص كتبت جولت في شوارع بغداد الحبيبة بين اخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص ما ندرع صحيحة بطي عينا ولي بحاجة لحماية بينكم انتو الأمان والسند اللي ما يأمن فيكم ما يستحق محبتكم ويعكي الصورة غير حقيقية عنكم كالعادة وفي كل زيارة لي نحب نأكد ونوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق بلد الكرم والضيفة والطيبة وأنه الأوضاع أمان وأكثر الناس تحب الفرح والسعادة والحياة التغطية كاملة على سناب شات وهي في الفيديو كانت معناها تمشي وبعد حتى الحراس انتها قتلهم إبادوا عليها وهاني قاعدة نمشي وبليس جيليا ونطيبة صارت لي شي حاجة ما صار لي حتى شي مش كإليسا أنا تقصد صحيح هي مو نزاو تقولها معناها ولا شكو فو بروبليم شوف شنو يتبني عليه صحيح معنتها تبدأ من حكاية إليسا وتكمل معنا طو اي فنان مشي يعمل حفلة في العراق مشي يدور في الشرع يقول هاي مصابة شي عاجة معناتها بايه بايه تتبني عليه على الحكاية ما معناتها بايه كومنيكاسيون هذي مش خلينا نحكيو عليه ايه اما كومي معناها طو هي إليسا خرجته واضحته قد سي بفغي رغم لي هو فم حاجة صدقوها الناس الكل هي ما صدقوهاش الناس الكل هو اينا وشي كم اي ولا معناتها ذاك بنت هي على الحكاية هذيك وخدمت عليها ووصلت ووصلت وي بايش نمشي ولا كان نقول كوي بش نهزك من شامس توين هزتك ما معنا انجلينا جولي اهلا وسهلا يا جولي اهلا وسهلا جولي حاسيل جولي اللي خطفت الأنظار على الريت كاربت على السجدة الحمرة و اللي هبتوا عليها الانتقادات ما ثم حتى واحد مشي معاها بكمانتير بوزيتيف جولي المرة هذي شا عاوي على خطر كانت حاضرة في مهنجين الرومة السينمائي بسبب بشعرها الانتقادات اللي طالتها لا تحصى ولا تعد ظهرت انتي تفهمش معنى اكستنسيون معنى ان واحد يطول شعره اكستنسيون معنى يلسق شعر في الشعر اه معتا هو شعره مش طويل يزيدو كيما انا مثلا غدو انجيل شعري الهنا اكستنسيون طولت في شعري معنى والله خمفة طنحكي وفين باي دونك عاملة اكستنسيون انجلينا جولي في شعرها اه لكن للأسف الشديد اللي عمل لها الاكستنسيون ما فاكسل هيش الشعر اللي طولوا معنى الزيد طعا دونك تلفاسون اللي شادين الشعر ظهرين على الاخر على الاخر والتصوير كانت فاضحة وفاضحة جدا المنظر كان مخيب وزيدة على الاخر وبيان سور عدسات الكاميرا كانوا حاضرين ووثقوا المشهد بشكل احدث ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي حتى وصل الامر انه بعض منهم طلب منها انها تغير مصفف الشعر اللي تتعامل امعها بوم هاته الشخصية كيمانجيلين الجوية كيف مش تجلب الانتباه هي تغلط حتى غلطة صغيرة ولا ما نعرفش هنا ما تسميها غلطة او ما نسميهش غلطة الموضوع غير من اصله ما يتعديش ما تتعديش في مهرجيننا كيمة روما السينما سمحني 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 سمح سمحني سمح طو هي معنى مش المهرجين روما السينما اما وش نبغت كالمهرجين انا واحدة من الناس صحيح ساعتي صيروا غلطات صحيح يسيروا ساعات لح قدر لا لقدر لا روبة فتقط حاجة هيكا لكن مش في اكستنسيون تكون ظهرة غلطة غراب معتا تتسمعها اي تتتصنفها تطلع غلطة غراب كان ما حطتوش زيد اذيك زيد تحسط انجيلين الجولية لذوق الكل عليها كيد غلطة غلطة بسيطة او غلطة كبيرة 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 صنفتها انا صحيح كبيرة اسمع وفلت من انجيلينة منزلت ماشيت لك الكبارات كبارات معناها نحكي على جورج واسوف اهلا وسهلا جورج واسوف واغنيته هي لما حالا عند عشرة شهور من لي خرجت لكن نلقا جورج واسوف ينشر على الفيسبوك تعليق يعلن فيه ويحتفل به فيه بالاغنية اللي اسمها صاحي الليل واللي اتخطات 30 مليون مشاهدة وهبط ديجا الفيديو وكتب عليه صاحي الليل بحضيه قلب احمر 30 مليون مشاهدة وصاحي الليل نحب نذكره ونعطي حق اللي يكتب الكلمات اللي هي ملك عادل والحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي سليمان دوميان ومستحيل نقعد ما غير ما نسمعكم صاحي الليل ومستحيل ما نطرب كومش بصوت جورج واسوف ومذبية وحبيت اني نكمل اسمع وفلت اليومها بجورج واسوف وبالخبار نطيعه وبالغنية المزيانة وبالكلمات اللي ولا اروع سيخطوكي نلقى مراهية لكتبة الكلمات ملك عادل وجورج واسوف صحي الليل